السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة جميلة كده وجديدة غرزة تونسية شكلها جميل وتكرر سطر واحد زي من شايفين وده شكلها من الخلف يعني من الخلف تديكي شكل ومن الامام تديكي شكل تاني انت تقدر يعني تاخذيها من الناحية تاني يعني الناحية اللي تحبيها تقدر تشتغلي عليها طيب الغرزة دي هتحتاج ابرة معينة طبعا مش الابر اللي احنا همستعملها دايما اللي لها ملكة هنا ماسكة كده لأ احنا عايزين ابر زي دي ملسة اهو بس هو ده الطول دلوقت المتوفر عندي في منها اطول كمان وفي كمان ابر بنفس النوع وليها كده مصورة عاملة زي ابر التريكو عشان تعملي مشاريعك يا لو حابة تعملي منها الغرزة دي بلوزة بلوفر اي حاجة طيب يلا بنا نبدأ ونشوف ازاي هنعمل الغرزة دي مع بعض الغرزة دي طبعا مش محتاجة ولا اي عدد من السلاسل حسب المشروع بتاعك انت بتعملي السلاسل احنا هنعمل نموذج صغير طبعا النموذج ده الابرة دي ممكن نعمل منها مربعات والمربعات دي نشبكها نعمل منها مربعات الوان ونشبكها ونعمل منها مفارش وحاجات كتيرة جدا وكمان ممكن تعملي منها كفية لاطفال يعني عشان الابرة المتوفرة عندي ممكن انا اعمل منها خمسة وعشرين غرزة وتطلع كفية لاطفال يعني بالشكل ده بنفس الغرزة يعني طيب في البداية هنعمل العقدة وحعمل خمستاشر سلسلة هعمل نموذج ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر بالشكل ده دلوقتي هفوت اول غرزة في الغرزة التانية اهو هدخل اسحب واسيب القيط على الابرة اروع على الغرزة اللي بعديها هدخل الابرة واسحب واسيب القيط على الابرة بالشكل ده لغاية نهاية السطر حفظة الاعمل كده ادخل الابرة واسحب واسيب القيط على الابرة طبعا انا هنا تلعي معيها خمستاشر لفة لو عدناهم اتنين اربعة ستة تمانية عشرة تناشر اربعتاشر خمستاشر لفة مع خمستاشر يعني عدد الغرز اللي انت بتعملها حيطلع معاك عدد اللفات نفس عدد الغرز طيب دلوقتي حلف الخطع الابرة واطلع من لفة واحدة بس كده بالشكل ده حلف الخطع الابرة وبعدين هطلع من لفتين بالشكل ده دي الغرزة التونسية العادية ده بس هتكون اول سطر وبعدين هنشوف هنعمل السطر ازاي هتطلع معانا الغرزة دي الجميلة اللي انا وردها لكم وحتكون تكرار من سطر واحد هسحب واطلع من لفتين بالشكل ده ده احنا هنا بس جاهزنا الغرزة في السطر الاول عشان نبنى عليها الغرزة بتاعتنا اللي هي هتطلع معانا بالشكل ده طيب هدخل من هنا احنا هناخد اللفات اللي هنا اهو وارو على اللفة اللي بعديها يعني هاخد كل لفتين مع بعض هلف الخيط كده واسيب الخيط على الابرة وحلف الخيط على الابرة تاني وبعدين ادخل اخد الدلع ده مع الدلع التاني هلف واسحب هيبقى معايا هلف على الابرة وحلف كمان لفة وبالشكل ده والف الخيط على الابرة هاخد دلعين مع بعض كل دلعين مع بعض هلف والف الخيط على الابرة هيبقى بالشكل ده لغاية ما اوصل للنهاية في النهاية فضل معايا دلع واحد هدخل الابرة واسحب بالشكل ده وارجع تاني اسحب من اول لفة بعدين هلف الخيط على الابرة واسحب من لفتين بالشكل ده من كل لفتين مع بعض غرزة سهلة وشكلها جميل جدا نطلع من لفتين بالشكل ده تاني هنعمل مع بعض كمان صد هدخل على طول مفيش لا ارتفاع ولا اي حاجة هدخل في الدلع ده الاول هروح على الدلع الثاني اهو اهو بالشكل ده هسحب من الدلعين وحلف الخيط على الابرة هروح على الدلع الاول والتاني واسحب الخيط وقلف الخيط على الابرة اروح على الدلعين دول يعني هسحب كل دلعين وبعدين اعمل لفة على الابرة اسحب دلعين ولف الخيط على ابر اسحب دلعين ولف الخيط على ابر هذه الضلع وهذه الثاني بالشكل ده في النهاية انا هنا عندي دلعين مش هسحبهم مع بعض لا يعني انا لفيت هنا الخيط هطلع من دلع واحد بالشكل ده ومش حليف الخيط تاني عشان عايزة يبقى معايا 15 لفة على الابرة وفي الاخر هنا كمان الدلع الاخير لو عدينا هنا هطلع معايا 2,4,6,8,10,12,14 15 لفة يعني بس في اول سطر منطلع من اخر دلع وبعدين السطور الجاية كلها هيبقى معايا في الاخر دلعين وحطلع منهم يعني كل دلع هطلع فيه لوحده غير انه انا هنا في كل الغرز دي هطلع من دلعين هنشوفها مع بعض كمان مرة هطلع من لفة بعدين من لفتين من لفتين لغاية نهاية السطر زي ما قلت زي ما قلت ما فيش ارتفاع للغرزة على طول هطل هطلع في الدلع هلام الدلعين مع بعض كده بالشكل ده هاسحب ولف الخط على الابره هدخل في الدلع الاول اهو اللي هو البارز والدلع اللي هنا اصحبهم مع بعض والف الخط على الابره لغاية ما اوصل للنهاية في النهاية هيكون معايا غرزتين وانا مش هطلع منهم مع بعض هنشوف زي ما انا قلت هطلع من كل واحدة لوحدها بالشكل ده هذه الدلع البارز والدلع الثاني والف الخط دلوقتي هنا فاضل معايا دلعين مش هطلع منهم مع بعض لا هطلع من كل واحد لوحدة حالف الخط اهو بالشكل ده بعدين اروح على الدلع الاخير لو عدينا هنا هطلع معايا اهو اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتنشر اربعة عشر خمستاشر اطلع من لفة كمان لفتين كمان لفتين بالشكل ده وكده هنكرر السطر لغاية ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه المشروع اللي احنا حنشتغل به ولو كان مربعات زي ما نقولت لكم بمربعات ملونة حيطلع شكله جميل جدا بالشكل ده اهو يعني الغرزة اهي زي ما نشايفين كده شكلها جميل جدا اتمنى تكون اعجابكم الفيديو كان سهل عليكم واستنون ان شاء الله في فيديو جيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته